صراحة ما حصل أين خلنتكلم عملية سياسية وعشر أنت رجل رجل دولة ورجل هستف هاي اللقطة راح أكون عيساوي حتى نقل لك الصورة أولاً إجراءات أولاً إجراءات إحطاء عيسى الساير كانت إجراءات قانونية وإدارية صحية وسوف أروي لك القصة حقيقية فضل أنا عندما أقول لك أكون عيساوي قد أكون أقرب إلى عيسى من العمل السياسي لكن أتكلم عن قصة قانونية وقصة إدارية صحية مجلس ماكو واحد يتشلم صور موجودة ماكو واحد يتشلم صور موجودة لا لا أسأل وصلت قوة أمنية لا لا خلق نكون صريحة فضل ونتبه الإعلام ضخمته هذا الموضوع والله ضخمته فنحكي لك القصة أولاً عيسى ساير وقام مقام الفليوجة لمدة ثلاث سنوات الماضية زين تم انتخاب عيسى ساير مه مجلس الفليوجة عشرين عضوا تم تصويته حتى يكون القام مقام قام مقام يجب أن يحصل على الأقلبية المطلقة يعني 11 حضوا زين مو من الحضور من العدد الكلي لمجلس القضاء عيسى ساير حصل على 11 صوتاً زين وطلان هذا القرار كان واضح خلاص المحافظ مو محافظ وهو التهم المحافظ بهذا الموضوع مو المحافظ القانونية تابعة لمجلس محافظة الأنبار بعد تقديم شكوى من سعدون عباش شعلان الجمالي إلى مجلس المحافظة وتم تدقيقها من الناحي القانونية أوجدنا بين وجود السيد قام مقام وصدور الأمر الذي داره بالسيد عيسى ساير كان خطأاً قانونيا خطأ لو تزوير لا خطأ كان خطأاً قانونيا وحول هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة